أهلا بكم في بلا قيود. ضيفتنا اليوم أكاديمية وطبيبة مصرية اقتحمت عالم الرواية والكتابة منذ بواكير شبابها. أثار الكثير من آرائها وأفكارها حفيظة المؤسستين الدينية والسياسية على حد سواء. وهو ما قادها إلى السجن عام 1981. سعت إلى دخول دهاليز السياسة والعمل العام رافعة راية الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام. وحقوق المرأة بشكل خاص من منظور الربط بين تحرير الإنسان وتحرير الأوطان. أسأل الكاتبة والروائية المصرية الدكتورة نوالي السعداوي عن مدى التأثير الذي أحدثته أفكارها في تغيير المجتمعات التي استهدفتها بعد كل هذه السنوات. وما رأيها في الأنظمة العربية الحاكمة بعدما يعرف بثورات الربيع العربي. دكتور نوالي السعداوي أهلا بك في بلا قيود. أهلا بك. لنبدأ من حيث انتهت المقدمة. لنبدأ بموضوع رأيك عن في الأنظمة العربية الحاكمة بعد ثورات الربيع العربي. لنأخذ مصر نموذجا. هو رأيي في الحكومات العربية سواء بعد الثورات أو قبل الثورات. أن أنا ناقدة للحكومات العربية عموما. لأن الحكومات العربية لا بدور في دخول الاستعمار إلى بلدنا. الاستعمار البريطاني والأمريكي والإسرائيلي. لأن الاستعمار الأجنبي لا يستطيع أن يدخل إلى بلد إلا بالتعاون مع الحكومة الداخلية. هذا الرأيي الشامل. ولكن لحظة الربيع العربي كانت لحظة مفصلية وتاريخية. نريد أن نعرف أنظمة الحكم التي جاءت بعد ذلك. نظام الحكم الذي يحكم الآن في مصر. هل هو يعكس هذه الفترة من تاريخ مصر؟ هو الثورة في مصر لما آمت في يناير 2011 كانت ثورة حقيقية. ثورة شعبية حقيقية. وكنا ملايين في التحرير. ملايين في التحرير. بعدين حاولت القوى الحكومة المحلية ذائد الطيارات الإسلامية. ذائد القوى الأمريكية الإسرائيلية. خافوا أن هذه الثورة تتحول إلى ثورة شعبية حقيقية. فوقفوها أجهدوها هذه القوى الخارجية. ومع بعض أجزاء من القوى الداخلية. وطبعا جابوا لنا الإسلام في الانتخابات. جابوا مرسي. كل هذا كان. تشاككين في نزاهة الانتخابات التي جاءت بمحمد مرسي. طبعا كانت انتخابات. أنا عادة رأيي في الانتخابات في العالم أنها قائمة على المال. القوى والمال. كان المجلس العسكري هو الذي يشرف عليها في ذلك الوقت. مين؟ المجلس العسكري. آه طيب. المجلس العسكري لعب دور برئاسة طنطاوي في إجهاد الثورة. وشجعوا المجلس العسكري مع القوى الأمريكية. هيلاري كلينتون جاءت إلى القاهرة. أنا شوفتها في ميدان التحرير. وكانوا يدفعون أموال طائرة للإسلاميين. يعني تواطأت المؤسسة العسكرية مع الإسلام السياسي في مصر على إجهاد الثورة؟ أيوة مع الحكومة. يعني الحكومة مع المجلس. وهو المجلس العسكري. فهو مبارك لما سقط. كان مفروض أن الثورة الشعبية لا تقبل حكم المجلس العسكري. لكن مبارك عين. يعني إزاي مبارك بيعزل ثم يعين من يخلفه. يعني مبارك هو اللي عين المجلس العسكري لكي يأتي ويحكم البلاد بعده. طيب ورغم ذلك يا دكتور نوال لكي أراء إيجابية جدا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني في آخر تصريح أنا قرأته. قلت إنه السيسي أفضل مليون مرة من مبارك وسادات. طبعا وأنا لازلت أقول هذا. بس ده شيء وده شيء. لأن المجلس العسكري لأن المجلس العسكري برئاسة تنطوي لعب دور. طب عبد الفتاح السيسي كان في المجلس. لا 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 لعب دور. أنا ما كنتش أعرف عبد الفتاح. لم أسمع عن عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت. خالص ما كانش موجود وما كانش ظاهر. إنما اللي كانت أصدنا مين تنطوي. والمجلس العسكري. مع النخبة المصرية. هي النخبة التي تحكم مع الحكومة. النخبة اللي بيقولوا أنهم معارضة. واللي كونوا أحزاب سياسية بعد الثورة على طول. كل هذه الأحزاب سقطت. كلهم تعاونوا سوا. هل ممكن أن نقول لأن كثيرين في مصر يقولون أنهم غيروا مواقفهم منذ الثورة وحتى الآن. يعني واكبت مواقفهم المعطيات الجديدة. كلما يتضح أكثر عن طرف ما يغير المرء من موقفه. هل ينطبق هذا الكلام عليك دكتور نوال؟ علينا. لأنك كنت تشاركين في الثورة كما تفضلت كنت في التحرير. الآن تثنين على نظام الحكمة. الذي على رأسه ابن للمؤسسة العسكرية. التي كنت ترفضين تدخلها. لا. لكن لازم نفهم ماذا حدث. يعني أنا مثلا لم أوافق. ولم أذهب إلى تنتاوي. ولم أجتمع معه على الإطلاق. يعني أنا غير النخبة. اللي راح تجريت. القيادات المصرية. اللي عملوا أحزاب فيما بعد. ورحوا أعملوا اجتماعات مع تنتاوي. مع المجرس العسكري. وأجهدوا الثورة. أجهدوا الثورة. إحنا كنا قاعدين على الأسفل. في التحرير. وكانوا بيسيبونا. كانوا بيسيبونا. نعم لرئيس السيسي. لأنه دائما يثني على تنتاوي. يعني هو دائما يكون. أنا ما عرفش علاقاتكم إيه. أنا ما أحضرش أحضر السيسي مكان تنتاوي. لماذا هو أفضل مليون مرة من مبارك والسادات؟ أنا أيام السادات. أنا أحكم على نفسي. أنا قبل الثورة كنت ممنوعة. قبل ثورة 2011. أنا كنت تحت حكم المبارك وحكم السادات. ممنوعة من الكتابة. ممنوعة من تقريبا بعيش في المنفى. سواء داخل مصر أو خارجها. الآن تكتب في الأهرام. غير مقبولة. نقرأ لك في الأهرام. بالوقتي دلوقتي أكتب في الأهرام. أكتب في المصر اليوم. مش أنا بس. في عدد كبير جدا. أصلا النخبة في مصر ليست كتلة واحدة. أصلا ما تحطيش النخبة كلها. تحطيني مع النخبة. لا. نخبة أنواع. نتحدث عن الحريات. وحرية التعبير والكتابة من الحريات الأساسية. ولكن يبدو كأنك دكتورة نوال تحكمين من منظور شخصي وذاتي بحتها أهل. الأسباب ذاتية. لأن لدينا مثلا صحفيون بلا حدود. في 2017 قالت أن مصر في المركز 161 من 180 في مقياس حرية الصحافة والإعلام. لدينا وائل عباس من شباب الثورة. اعتقل مؤخرا. شريف جابر أيضا المدون. نفس الشيء. هل لأنه لا ينطبق على نوال السعداوي. أنت كمفكرة لا تحللين الوضع بنظرة شهلة. أنا عمري وأنا كنت شخصية أبدا أبدا. لكن طبعا الذات لا تنفصل عن الآخر. نعرف هذا. أي شيء يؤثر عليك على ذاتي يؤثر على الآخرين. لا يمكن أنسى نفسي كده. لكن ما أريد أن أقوله أن كل ما نسمعه خارج مصر. كل ما تسمعه أنت في لندن من الإعلام البريطاني أو الأمريكي أو الإسرائيلي. الإعلام الرائج بره غلط. لا ينقل الحقيقة. هو ينقل ما يريد عن مصر. هل هناك حرية صحافة في مصر الآن؟ إشمعنا السيسي كده. الذي كان الناس كان قوي قوي في الإعلام الغربي. وبيقولوا عليه ديكتاتور. وحاطت ناس في السجن. وانبهد للناس. وأن السادات المباركة كانوا أحسن منه. هل تتحسسين؟ تتحرجين من انتقادة؟ لا أنا إزاي بتكلمين؟ أنت مش عارفاني بقى. أنت لا تعرفيني ولا تعرفي طريقي. ليس لديك أي انتقادات أو تحافظات علي؟ يعني إيه عندي طبعا انتقادات. أنت ليه بتبتدوا؟ طب وليه بتبتدوا؟ أنت عايزاني يعني جايبيني هنا. عشان أنا نقود السيسي. لا أنا هذا ما أدخلنا. وأتفق مع رأيكم. أنتوا جايبيني هنا. إسمعوا رأيي. قبل ما تقولي لي. أنت سمعت إيه عن مصر؟ اسمعي مني. الأول. ليه أنا بعترض على الإعلام؟ في أجندة عندكم في الإعلام. مسبقة. عايزين تفردوها على الضيف. طب اشرحي لنا. عايزين تفردوا علي. أنت تقولين تحكمين. أنا ما أخيأتش أتكلم. أننا مش أدري أن نقود. تفضلي. طب ما أدتني فرصة. نعم أنا أريد أن أسمع. مش أدري فرصة للناس. لأن في أجندة أنتوا عايزين تقولوها من خلال البي بي سي. طيب كلنا أدن فرغي. أنا أعترض على هذا. اسمعيني الأول. يعني أنا عايشة في مصر. أنت عايشة هنا. أنت عايشة في لندن. فأنا أعرف مصر. أنا عايشة في مصر. وعشت الثورة. وعشت السادات ومبارك. وعشت السجن والمنفى. وعشت كل الناس يعرفوا أن أنا لما أحب أنقود بنقود. وأنقود. وأنا طبعا نقدت الجيش. ونقدت الصورة نفسها. لكن أنا مش بنقد إرداءا للغرب. كمان. لأن الصحافة الغربية والإعلام الغربي. مش عارفة ليه هو فيه شيء انتقامي غريب جدا. من السياسة المصرية. من السيسي. نقطة إيجابية في حق السيسي. أنت يبدو أنك توسمت فيه خيرا عندما جاء في البداية. وتحدث عن تجديد الخطاب الديني. هل كانت هذه من المؤشرات الإيجابية بالنسبة لك؟ لا الإيجابية أولا بالنسبة للسيسي أو مش السيسي. مش فرد. يعني مش السيسي كفرد. أنا ضد حكم الفرد على الإطلاق. يعني مش السيسي هو الشال الإخوان. لأن فرد لا يستطيع أن يشيل الإخوان. ولا الجيش هو الشال الإخوان. اللي حصل أن الشعب المصري خرج ملايين ضد حكم مرسي. لأنهم حكموا البلد سنة. وكادت البلد تدمر. فالناس خرجوا في الشوارع. وأنا فاكرة أننا طلبنا من السيسي والجيش أن يتدخل. لأن ما كانش فيه قوة للشعب. أن يشيل الثلاثين يونيو. ما فيش قوة غير أنه يخرج في الشوارع. فأنا فاكرة أن الناس الجماهير كانوا بيطلبوا من الجيش. ومن السيسي أنه يتدخل. فكان السيسي متردد جدا. وقعد يومين ثلاثة متردد. فإنه يشيل إخوان لغاية ما الأمور حصل فيها ضرب وإرهاب وخطورة. فتدخل السيسي والجيش. هذه كانت مرحلة مرحلة ثلاثين يومي. ليه لأني في الغرب يقول لك ده انقلاب عسكري. ده كلمة غلط. أنا لم أسأل في هذه النقطة دكتورة نوالا. أنا أسأل عن تجديد الخطاب الديني الآن. الذي قاله السيسي. يعني لماذا في رأيك لم يتحقق هذا الكلام؟. هل المؤسسة الدينية في مصر تمنع ذلك؟. الأزهر قوة رجعية خطيرة. الأغلبية فيه بعض في الأزهر متقدمين جدا جدا بعض أسد. لكن الأزهر كمؤسسة رجعي. ولو أجندة رجعية. طب السيسي طلب أن الطلاق الشفوي يمنع. ودي كانت خطوة مهمة جدا. ولحظة أن السيسي كان برضو متبني إلى حد كبير قضية المرأة. حتى الآن. وكان بيطلب من الأزهر. الخطأ أنه يطلب من الأزهر. مفروض يطلب من الناس. ماذا يجب عليها أن يفعل وهو رئيس الدولة؟. هو المفروض يعطي. يخلي الناس هم اللي يخرجوا ضد الأزهر. لكنه لما يخطب الأزهر ويقول أنه أريد أن الأزهر يجدد الخطاب الديني. هذا كان الأزهر مشكلة. الأزهر لديه سلطة أيضا على الناس. هناك أرضية كبيرة للأزهر كمؤسسة دينية بين صفح الشعب المصري. أنا طلبت في القاهرة. أصلا ليس الشترة أن أنقض السيسي في لندن. لكن الشترة أن أنقض السيسي في القاهرة. وأنا قلت أن السيسي يجب أن لا يتراجع أمام القوة بتاعت الدين والأزهر. كان عليها أن يتخذ مقار تونس. كان لازم أن يقرر. يقرر ذلك القرار. لما السيسي قال للأزهر أن نمنع التلاق الشفوي. كان لازم البرلمان. وهو أصلا عندنا كمان البرلمان بعيد. حقيقة. لماذا تجديد الخطاب الديني دائما يفهم منه أن المقصود هو دين الإسلامي فقط؟ يعني ألا يحتاج المسيحيون في مصر تجديد الخطاب الديني أيضا؟ طبعا. الأديان كلها محتاجة إلى تجديد اليهودية والمسيحية والإسلام والهندية. كل الأديان محتاجة إلى تجديد. لأنها لا تواكب العصر. خالص. فلازم كلها تجدد. لكن مين يجددها؟ هل الحاكم؟ هل رئيس الدولة؟ رئيس الجيش؟ هل الأزهر؟ لا، الذي يجدد الخطاب الديني هو الناس النخبة المفكرة. يعني ثورة ثقافية أو اجتماعية. هذه الثورة الثقافية لم تحدث. يعني مشكلة الثورة المصرية إيه؟ إنها كانت عايزة تشيل مبارك بس. مش عايزة تعمل ثورة ثقافية في العقل والمخ. فهو ده اللي خلها كمان بيبقى من السهل إجهاضها. دكتور نوال أنت لديك تحفظات على كل الأديان. تنتقدين الأديان كلها. يعني تعتبرين أن كلها تشترك في العنصرية. الإضطهاد. القمع. أليس كذلك؟ يعني تقفين على مسافة واحدة من مفهوم أن يكون هناك دين أصلا؟ أصلا أنا أتكلم من ناحية التاريخ. مش من ناحية أن يقال عني أني ملحدة ولا لا. أنا أتكلم بالعلم بالتاريخ. أنا درست الأديان عشر سنوات من عمري. قارنت بين التوراة والإنجيل والقرآن والثلاث أديان. وحتى سفرت درست الهندوكية والبوزية. لأن أنا كنت مفتمة بدرست الأديان. فكلما كنت أدرس الأديان وأدرس الكتب الدينية. أكتشف التناقضات. أكتشف العنصرية. أكتشف اتحاض المرأة. في كل الأديان. في جميع الأديان. هي أديان طبقية. أبوية. عنصرية. قائمة على الخداع. خداع الناس. والتناقضات. جوهر الدين. الذي هو العدل والصدق والحرية. ليس موجودة. يعني جوهر الأديان كويس. يعني لما تيجي تكلمي عن جوهر الأديان. أو مفهوم الله. مفهوم الله. يقول لك الصدق ربنا هو العدل. يعني المشكلة في الممارسة أو في التفسيرات. أيضا في الكتب. أيضا في الكتب. النصوص. ولذلك النصوص. لا. ما لتجديد قطاب الديني. يعني إيه. يعني تغيير النصوص. بما في ذلك النص القرآني مثلا. طبعا. والإنجيل والتوراو كله. ما فيش نصوص. نصوص إلهية هذه. يعني لا. لا. ليست نصوص إلهية. يعني في مدرسة في الإسلام كبيرة جدا. بتقول إذا تعارض النص مع المصلحة. غلبت المصلحة على النص. لأن المصلحة متغيرة. والنص ثابت. النصوص دي ثابتة. ما فيش نص في القرآن. ولا في الإنجيل. ولا في التوراة. يبقى سابق. ما فيش ثوابت في الأديان. لازم تتغير. تجديد الخطاب الديني. يعني إيه؟ يعني تغيير الثوابت. طب كيف يمكن تغيير نص أنزلة؟ كما يؤمن المسلمون مثلا. أن القرآن وحي أوحة. كيف يمكن تغييره؟ لا لا لا. بتغير القرآن. يعني لو شفت القرآن دلوقتي. هتلاقي فيه آيات سقطت كثيرة. لأنها تعرضت مع المصلحة. زي الرق. نوسخت. اقري القرآن. اقري القرآن. هتلاقي فيه آيات عن العبودية. عن الرق. من ملكة اليمين. من يقول أنه يعني ملغة اليمين. كل ده بيسقط في التاريخ. كيف يتصالح المسلم مع هذا؟ هل في حالتك مثلا وصلت إلى صيغة خاصة من الإسلام. يعني تتبنيها صوفية ربما بعض الشيء؟ لا لا هي أكثر تقدما من الصوفية. أنا والدي كان صوفي. وكان متفتح جدا مع أنه اتخرج من الأظهر. بس هو علم نفسه. وكان عنده واسق الثقافة. فأنا بعلم نفسي. أنا بعلم نفسي. أنا الدين بفهمه كما أريد. كما أشاء. مفهوم الله عندي. هو العدل. وأي شيء يتناقب من العدل. يبقى مش في الدين. يبقى ملوش علاقة بالله. خذت بالك. وهو ده اللي يجب أن نعلمه الأطفال. إذا لم نغير هذا المعنى أن الدين هو العدل والاستقامة والأخلاق. الدين ليس أن الرجل يجوز ربعا. الملايين من قرائك معجبون بأفكارك. يريدون أن يتعرفوا على الرؤية بكل تفاصيلها. هذه الرؤية التي تصفينها بأنها أكثر تقدما من الصوفية. تسقط العبادات مثلا. يعني مش مهم العبادات. يعني مش مهم أن أنا صلي وصوم وروح أحج. المهم السلوكي إيه؟ أنا سلوكي مستقيم. هل أنا عندي مقياس واحد للأخلاق؟ هل أنا بقول الصدق؟ هل أنا عندي الشجاعة أكتب رأيي وأدخل السجن؟ وأدفع تمن الحرية؟ هو ده الدين في نظري. هو المفروض أن الإسلام ليس دينا لهوتي. يعني هو ينظم أيضا حياة المرء في كل جوانبها. وبالتالي تأتي العبادات والمعاملات. ولماذا الإسلام لوحده؟ أننا أولا ما نعتبر أن الإسلام هو الوحيد الذي يملك الحقيقة. وجميع الأديان لا تملك الحقيقة. النوال السعداوي كيف تفكرين في الموت؟ تقولين لا أخشى الموت؟ الموت غير موجود. إحنا بنتولد في الخوف من حاجات الموت. بيخوفونا. يعني إزاي الواحد وهو طفل؟ أنا وأنا طفلة كان يقولوني هتروحي النار. ربنا هيحرائك في النار. مجرد أن موخ يفكر. أو يكتشف التناقضات. أو أن المدرس بيجذب. أو أن أمي ما بتقوليش الحقيقة. مجرد أكتشف التناقضات يعتبروني كأني هروحي النار. وأن أنا بخالف ربنا. أي حاجة لما أقول أخويا ليه بياخد حقوق أكتر مني يبقى بخالف ربنا. أي حاجة بعملها بخالف ربنا. وإذا مدام بخالف ربنا هروحي النار. فإحنا بنخاف من النار. بنخاف من الموت. بنخاف من الوحدة. كيف أن الموت غير موجود؟ بمعنى ماذا؟ النت غير موجود. أنا درست الطب. شفت موت كثير. الإنسان حين يموت لا يكون موجود. الإنسان حين يموت لا يكون موجود. إذن لا يشعره نار. يعني يصبح عدما؟ مش عدمي. لا إن الإنسان لازم نفكر بطريقة علمية وقعية. إن الإنسان حين يموت تكف كل الحواس تتوقف. أكيد. فلا يشعر بالموت. إحنا بنتحقلنا الموت ده هنموت وإحنا بنحس بالموت. ولكن ماذا ما بعد لحظة الموت؟ هي دي النقطة اللي إحنا بنختلف عليها. لأن أنت بتؤمني أن بعد الموت تذهب إلى الجنة أو النار. مش كده؟ هذا علموكي في الطفولة. ماذا تؤمن دكتورة نوات؟ يا الجنة أو النار. مش كده؟ لا. ده كل دي حاجات رمزية. عشان نخوف بها. ولكن سيكون هناك استمرارية يعني؟ بس بشكل آخر. يعني الهنود مثلا. الهنود يعني منه بالاستنساخ. أن الإنسان لما يموت يقوم يتحول في الأرض. يظهر بطريقة. إلى زهرة أو إلى قط أو إلى حي. الصين عبارة عن مليار ونصف من البشر. مليار يعني أدى المسلمين كمر. وليس عندهم دين. لكن عندهم أخلاق. فإحنا بنربط بين الأخلاق وبين الدين. وده غلط. طيب. يعني كل هذا كل هذه المسيرة. يعني عقود وعقود من التأليف والنشر والنضال والترويج لأفكار إصلاحية معينة. هل كان هناك تأثير لكل هذا؟ يعني الحجاب في مصر لا يزال موجود. الختان لا يزال موجود. عقود زواج التي ترفضينها بطريقتها التقليدية الشرعية. لا تزال هي سائدة. وهذه مجرد نماذج. هل تشعرين بالإحباط أن التغيير قليل؟ أبدا. أبدا. بالعكس. بالعكس. أنت لا تتصوري. أن كتب اللي كانت ممنوعة أيام السادات ومبارك. هي الآن موجودة في كل بيت في مصر. وفي البلاد العربية وغيرها. حتى هنا في لندن. اللي ترجمت. الشباب. لما ترجمت المصر وتشوف الشباب قد إيه بيقرأ كتبي. وقد إيه تأثر بكتبي. أنا بمشي في الشارع. بقابل الشباب والشباب. يقولوني يعرفوني من التلوزيون والصور. التواصل الاجتماعي أيضا منصة هامة الآن. التواصل الاجتماعي. فكل ده فيه أثر كبير جدا لشغلي. يعني كثيرا يقولوني تشعري بالحجاب رجعتني. بس أنا فاهمة الحجاب رجع ليه. لكن رجع ومش بيرجع. نحن دلوقتي النساء في مصر بيرفع الحجاب. بيقينوا الحجاب. الحجاب جيه فرضوا علينا السادات. الحجاب جيه مع السادات. مع المفتاح الاقتصادي. والحجاب جيه الأسلمة مع الأمريكا. يعني المرأة كانت بتخبي راسها وتلبس الجينز. خدت بالك. فإحنا المجتمع المصري حصل له تخلف من أيام السادات. والتناقضات. بسبب أسباب سياسية. اللي هي الأمريكا والأسلمة مع بعض. طبعا دكتورة نوال احتفلت مؤخرا بعيد ميلادك السادس والثمانين كل عام. وأنت بخير. يعني لو عاد بك الزمن إلى الوراء. يعني كل المسيرة سواء المهنية أو الشخصية. حتى هل غيرت من أي شيء؟. هستمر في حياتي لأنني دلوقتي لو أسألتني السؤال من فترة كنت يمكن عندي إحباط شوية. لكن دلوقتي أنا وصقت في نفسي أكثر. عرفت الدور اللي أنا لعبته في تغيير العقل المصري والعربي. وحتى في بعض البلاد اللي ترجمت شغلي. يعني أصبح لي وجود. وجود فكري. وتأثير فكري. مش بس في مصر أو العالم العربي. في العالم كله. دكتور نوال استعداوي. شكرا جزيلا على وجودك معنا في بلا قيود. شكرا يا فاند. شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة